بدل ما ينظم الأمن العام أوضاع السوريين لتصير قانونية صعب عملية استخراج وتجديد الإقامات بطريقة بتدفع معظمهم أنه يضلوا بلاء أوراق قانونية 1- إلغاء بعض الإقامات لغى الأمن العام إقامات عقد الإيجار والكفالة الشخصية يلي كانت بتسمح للبنان يكفل السوري من دون عقد عمل السوريين يلي كانوا يعتمدوا على هالنوعين من الإقامات هلأ بطلوا قادرين يجددوا 2- رفع الرسوم رفع الأمن العام رسوم الإقامات بشكل خيالي إقامة الطالب يلي كان حقه 250 ألف ليرة صارت بعشرة مليون ليرة إقامة العمل للفئة الأولى صار حقه تقريبا ألف دولار والفئة الثانية 600 دولار عدل الأمن العام كمان رسوم الإقامة يلي بتنعطى على أساس كفالة مصرفية يلي صار سعره مليار وخمسمائة مليون ليرة مقابل سنة أو أربعة مليار وخمسمائة مليون ليرة مقابل ثلاث سنين مستحيل تقدر معظم العيال السوريين يتواكب الأسعار الجديدة بما أنه أكتر من 90% من السوريين في لبنان تحت خط الفقر وهالشي رح يزيد أعداد السوريين العاملين بطريقة غير قانونية ويعرضهم لمزيد من الاستغلال من أرباب العمل تلاتة ترحيل المخالفين طلب الأمن العام من السوريين يلي دخلوا خلصة أو ما عندهم إيقامات يتوجهوا لمراكز المديرية مش بهدف تنظيم أوضاعهم بهدف إجبارهم على مغادرة لبنان خطر الترحيل مرح يشجع المخالفين أنه يجربوا يضبطوا وضعوا القانونة يمكن الأمن العام فكر بهذه الطريقة بيقدر يكسف عمليات الترحيل للمخالفين بس بصرف النظر عن شروط الترحيل غير الإنسانية هيدا العمليات حتى لو طارت لألاف ما بتحل أزمة اللاجئين في لبنان خصوصا أنه المرحالين قادرين يرجع يفوتوا من معابر غير شرعية من دون حال شامل لأزمة اللجوء كان الأجدى بأمن العام ياخد خطوات تنظم هيدا اللجوء تسمح له بالحصول على المعلومات عن المقيمين في لبنان عبر منحهم أوراق إيقامات أو غيرها بدل تحويل مئات ألف اللاجئين لمقيمين غير شرعيين